اشتركوا في القناة 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 منها دارستها من قلب ورب بس شكل الورقة يا ربي أنا قد شفتها قبل أخذت الورقة ولما خلصت مكالمة جلست قراها لقيتها نفس نموذج الأسئلة اللي قريتها قبل الاختبارات وهذا معنى أن الأسئلة مسربة لا تنسوا تشتركم في قناتي على اليوتيوب رون وحسابي في التكتك رون أندرسكار تسعين تسعين نكمل حسيت أني بموقف أكبر مني وما عرفت كيف أتصرف خفت على المدرسة وخفت على أبويا لو سمع شيء زيك كذا سكدت وما قلت الأحد وقلت بخاطري رح أتصرف بكتمان وحسن تصرف تركت الموضوع ياخد مجراها الطبيعي طلعوا البنات من الاختبارات وبدوا المدرسات يصححون أوراق الاختبارات وأنا كنت كل شوية أطلع المدرسات ولما نخلصوا تصحيح رحت سألت المدرسة اللي ماسك المادة وكأن سؤالي من باب الفضول سألتها كم بنت أخذت العلامة الكاملة قالت ثلاثة بنات قلت أبغى شوف أوراقهم قلتها بطريقة الضحك عشان ما تشك وهي أصلا تعرف أني أنا أحب شيء اسمه رياضيات وما شكت في حاجة طلعت بالورقة الأولى لقيت البنت حالة لكنها مش خبطة كثير على الورقة وعايدة كذا إجابة فإستبعدتها لأنها لو كانت نفس البنت اللي في الساحة كان ما شخبطت على إجاباتها وشفت الورقة الثانية كانت الورقة مرتبة لكن ما شكيت فيها لأن البنت كانت ممتازة وشاركت بمسابقات للمدرسة وأخذت الأولى ما شاء الله وشفت الورقة الثالثة كانت كمان مرتبة لكن البنت ما أعرف عنها أي حاجة لكن سكت ورجعت الأوراق للمدرسة الرياضيات رحت للمدرسة العربي اللي تدرس نفس الصف وسألتها عن مستوى البنت الثالثة قالت لي إن مستواها سيء جدا وإن غيابها كثير وقالت إن كلنا إحنا يا المدرسات نعاني منها وحاولنا معها كثير لكن من دون أي فايدة طلبت منها إنها ما تقول المدرسات عن سؤالي لها وأنا للأمانة أثق في هذه المدرسة عشان كذا أخترتها طبعا الأمور هذه كلها أصارت بيوم جاء اليوم اللي بعده نادت البنت عندي في المكتب وحسيتها مسكينة لكن كان لازم أكون حازمة معاها قلت لها بدون مقدمات أبل فلانة قالت عن كل شيء وأعترفت وإنتي الحين في ورطة وما أدري كيف رح تطلعي منها ورح يصير معاك تحقيق ومين رح يفكك من مكتب الإشراف جبتي للمدرسة سمعة سيئة وجبتي لنفسك كمانة بس كنت أبغى أشوف ردة فعلها بكت بقوة وقالت يا أبلة أنا مالي دخل أبلة فلانة هي اتصلت بأمي وقالت لها أبيعك الأسئلة بخمسة ألاف وأمي وافقت طبعا كانت تقصد مدرسة الرياضيات وصارت تبكي من قلب رح تقول تلها أصلا أنا ما أدري عن شيء وطحتي أنت وأمك والمدرسة بشرع مالكم يا حبيبتي وخليتها جالسة عندي وناديت المدرسة ولما دخلت أشافت البنت تبكي وشافتني معصبة عرفت السالفة دخلت تضمني وقالت بالله لا تفضحيني عشان خاطر كل غالي عليك وأنا أسوي اللي تبغينه ما ردت عليها اتصلت بأم الطالبة وجات واللي قهرني أكثر أن الأم اللي على بالها حطت رجل على رجل وتقول والله هي المعلمة اللي عارضت خدماتها علينا وأنا أكيد ما رح أقول لا في شي فيه مصلحة بنتي وخلصت بالموضوع لأم وبنتها سألت المعلمة إذا كان زوجها يعرف بالشي اللي قاعدة تسويه ولا لا وقالت لي إيوا طبعا يعرف طبعا أنا ليس أقلت وشتخلني في زوجها زوجها يشتغل معانا في قسم المحاسبة ولو راضي على زوجت أنها تبيع ذمتها في معناته هو أكيد لاعب في قسم المحاسبة لعب ولا أحد داري عنه قلت له طبعا أعطني جوالك عشان أضمن أنها ما تتصل في زوجها وتقول له عن اللي صار رحت لبست عبايتي ورحت للمكتب والخارجي وطلبت منه يترك كل حاجة ويطلع لبرى المكتب طلع وهو يتساءل إيش فيه رحت أنا وقفلت المكتب تبعه وأخذت المفاتيح وأتصلت في أخويا لما وصل أخويا طلبت منه يبقى بالمكتب لأني ما أثق بأي أحد غيره لأني كنت بخلص من زوجته أول رجعت جوى المدرسة وكلمت مشرفة المادة وقلت له عن اللي صار عشان ما يصير شيء سيء للمدرسة وجات فعلا المشرفة على طول وصار تحقيق طويل عريض واتخذت الأمور اللازمة كذا حسيت أن أرتحت شوية من موضوعها بعدها طلعت لأخويا بالمكتب وعلمت إيش السالفة جلسنا أنا وأخويا في المكتب نشوف الفواتير وأمور المدرسة كنا ندور بس ندور بشكل عشوائي لأنه ما إحنا ماسكين عليه حاجة وفعلا لقاينا فواتير المدرسة مثل السبورات الذكية للمدرسة هي 30 سبورة وبالفاتورة مكتوب 44 سبورة والله أعلم وين مودي الباقي كمان أثاث المدرسة مثل كنب غرفة الإدارة من محل أثاث لقنب الفواتير إنه كنب غرفة أطفال وطاولة طعام وأشياء عرفناه وأشياء ما عرفناه وهو حاط الفواتير بالمكتب من زود الثقة بعدها أبوي أنهى عقدهم والبنت ألتغى اختبارها سبحان الله ورقة وصلتنا لهذه الأمور الكثيرة وكنت أفكر يعني يمكن ربي أختار لي إدارة أعمال عشان أشوف هذه الأشياء واحفظ حق أبويا من ناس ما خافوا ربي أنتهت القصة الرأي الشخصي والله المعلمة بعد ذمتها وضميرها كنتي محتاجة فلوس أعطي دروس خصوصية مو تنجحين البنت في النهاية فاغرة ميفاهمة واحد زائد واحد يساوي كم ترى أنت معلمة يعني كل الطلبة ذوله في ذمتك تروحين أنت بنفسك عشان تخليينهم يغشون لا ذمة ولا ضمير استغفر الله بس وبس إلى هناك وصلنا نهاية فيديو اليوم إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناة موقع التواصل حقيقي تحت في الديسكروبشن كم معكم رون سلام